بسم الله الرحمن الرحيم إذا نفهد الفيديو ونحاول نشوفه ضرب الأعداد العشرية النسبية القايدة الثانية لجدى عددين عشرين نسبه لما إشارتان مختلفة لأدنا واحد النشاط نقص ناقص 2 ضارب 4 ولتضارب ناقص 5 إذا إذا أخذنا المثال الأول لدينا ناقص 2 ضارب 4 إذا أخذنا ناقص 2 ضارب 4 فهذه نمكننا كتبها على الشكل هي ناقص 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 يعني العدد ناقص 2 يتكرر في العملية الجمع 4 مرة ناقص 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 زائد 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 ناقص 2 زائد ناقص 2 زائد ناقص 2 ناقص 2 زائد ناقص 2 ناقص 2 زائد ناقص 2 يعني الصفر تناقص اثنان اربعة زائد اثنان اللي هي ستة زائد ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص ستة زائد جوش اذا نحتاط بالاشعار دي لهم نجمع صفتي مع الصفر ناقص تمانية ناقص اثنان ضارب اربعة الاشتارة دي لها الجودة فهو سالب والحاصل دياله واربعة دارب جوجل هي تمانية نفي ساعة اخذنا تلتة ضارب ناقص خمسة اثن ان تلتة ضارب ناقص فisance واحدة ثلاثة ضارب وليس ناقص مثلا خمسة دارب زائد عفوا ناقص خمسة ف Integration ثم زائد ثان穫ا ناقص خمسة زائد ناقص خمسة ناقص مجمع ذي لهم مناجه نحتاج ب Bianca تعارضه في الاشعار لهم ن مجمع صفتي معاطقي زائد خمسة سعيد ناقص خمسة خمسة داقص هذه غيرyen العريصة زائد ناقص خمسة إذا ناقص عشرة ناقص زائد خمسة إذا مجموعة عددين لما نفس الإشارة نحتفظوا بالإشارة لهم نجموعة مصفة ديماني الصفر ناقص خمسة طاعة إذا شنوك أتلاحظ عندنا لتضارب خمسة هذا العدد موجب وعدد سارب حسنا له هذا العدد هو سارب والحاصل اللي حسنا له هو خمسة ضارب فتالية خمسة إذا مصفة أما جداء عددين لما إشارتان مختلفتان يعني واحد عدد موجب ضارب واحد عدد سارب مختلفتين هو عدد عشري نسبي سالب إذن هو عدد عشري نسبي سالب إذن نجد عددين عشريين نسبيين لو ما إشارتها المختلفتين هو عدد عشري نسبي سالب ثم عدد نشوفه مثال نحن ناقص سبع ضارب 3 إذن العدد الأول فهو سالب والعدد الثاني فهو موجب جدى عدد سالب في موجب إذا ما إح KiP فهو عدد سالب إذن ناقص سبعة طاعة جدى المنسبة سبعة طاعة وهي واحد春 ثم لدينا مثلا 5 ضارب 3.4 ولا ناقصании 3.4 إذن جدى عددين لو ما إشارتها مختلفتين إشارتها سالبة ثم أننا جدى المنسفتين يعني 3.4 ضارب نضيف 5 نضيف 5 نضيف 5 نضيف 5 ثم نضيف 17.0 هذا القاعدة إذا جداء عددين إشارة أو جداء عددين إشارة مختلفة هو عدد 20 نسبي سهلي ثم نضيف 1.83.67 أنا أحسب الجداء التالية إذا لدينا نضيف 81 80 إذا إذا نلاشنا الإشارة لذلك الجداء وإذا جداء عددين إشارة مختلفة والعدد سالب نضيف جداء المسافتين 81.31 1.1.8 هيا 80 3.8 24 ونضيف 1 نضيف 5 نضيف 2511 ثم نرى العملية المبادية 200 و 1 ضارب ناقص 22 نفس الشينا لدينا جدا عددين لما إشارتان مختلفتين إذا الإشارة لدينا جدا ستكون سالبة ثم نرى المسافتين 200 و 1 ضارب 22 جوج 1 جوج 0 جوج 0 جوج 0 جوج 0 جوج 1 جوج 0 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 ثم عدنا 4 إذن ناقص 4400 و 22 العملية الموالية لدينا ناقص 71 ضارب 4.3 تساوي هذا العدد فهو سالب وهذا العدد فهو موجب جدا عددين لما إشارتان مختلفتين وعدد سالب اعتبت بالإشارة لدينا ناقص ثم عددين نديروا جدا المسافتين إذن 1 77 ضارب 4.3 3 في 1 هي 3 3 في 7 هي 21 نقطة 4 في 1 هي 4 4 في 7 هي 28 وعدنا 3 1 زي 4 هي 5 جوج 0 جوج 0 جوج 0 جوج 0 جوج 0 ثم عددين لما إشارتان مختلفتين دائما الإشارة لدينا جدا فهو سعيد وعدنا 52.4 ضارب 19 تساوي إذن جدا عددين لما إشارتان مختلفتين دائما الإشارة لدينا جدا فهو سعيد وعدنا 52.4 ضارب 19 ساوي 5 في 4 هي 36 كتبت 16 وطلب 3 ساوي 6 في جوج 0 ثم 18 ثم 21 ثم 1 ثم 15 ثم 10 ثم 50 ثم 40 ثم 40 ثم 40 ثم 4 ثم 4 ثم 5 ثم 50 ثم 6 ثم 6 ثم 16 ثم 11 ثم 5 ثم 5 ثم 19 حمل القموة لدينا 1 ناقص 995.6 ثم نرى صحيح التمرين 7.67 أنا أحسب الجداء التالية إذن نفس الشيء لدينا 125 ضرب ناقص 40 كاللاحظ بأن جداء عددين لما إشارة مختلفة العدد موجب وعدد سالب إذا الإشارة لدينا جداء فهي سالبة وإذا حسبنا عددين 125 ضرب 40 0x50 0x010 4x5 لذلك كنتم وصيف مختلفة 4x8 زي جوج لذلك كنتم وصيف مختلفة 4x1 4x1 0x0 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 ثم لدينا ناقص 8.12 ضرب 100 كتساوي هذا العدد سالبة وهذا العدد الموجب لدينا الإشارة لدينا الجودة فهي سالبة إذا حسبنا هذا العدد أول مباشرة 8.12 ضرب 100 وهي 812 إذا حسبنا آدتنا 8.12 ضرب 100 0x0 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 10 ألاف إذن زائد 10 ألاف ثم بقتلنا العملية الأخيرة هي 1.1 طارب ناقص 10 تساوي جدى عدد دي لوما إشارتنا مختلفة وعدد ساليب إذن 1.1 طارب 10 ساوي 0 في 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 إذن 0 1 1 1 إذن رقم الفاصيلة تساوي ناقص 11 وبعدها نكون في نفس السعادية للتمرين لديكم سؤال السلام عليكم ورحمة الله